ورغم أن هذه الأغلبية المريحة مهددة بأي خلاف بين قوى اتلاف دارة الدولة يستبعد سياسيون ومحللون عودة الخلاف الاقتصادي بين بغداد وأربيد إلى نقطة الصفر موضحين على الأولوية اليوم لضمان منافذ الطوارئ لجوانب الأزمة في كاركوك لتكون سقفا جديدا للاستحقاقات الحكومية ويرفض المحللون فكرة الإجهاد المبكر للاتفاق السياسي بين حكومتي بغداد وأربيل بحكم امتداداته على مستويات الاستقرار الداخلية والعلاقات الإقليمية خاصة وأن حصة الإقليم بالموازنة الثلاثية تم حسمها إضافة إلى أغلب مصادر الخلاف القانوني والتشريعية ويراهن المحللون على قراءات جديدة أفرزتها أحداث كاركوك وتنوع مصادر الخلاف الكردي لاحتواء أزمة الأرقام التي صدرت عن ضفتي الحكومة لأن ما يجمع اتلاف إدارة الدولة يتخطى ما غيره من حسابات تأجيل البرنامج الحكومي وانعكاساته على مستقبل العمليات السياسية والانتخابية